يقول له على السنة على الحق وهم على الباطل يقول له على ما نعطي النية في ديننا ويروح بعدها لأبي بكر يقول نفس الكلام وعمر يقول فما شككت في الإسلام كما شككت فيه يومئذ وربنا بيقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وعمر يعلن أنه شك في الإسلام سنة ستة من الهجرة ده فرق بين الحق والباطل ده يفرق عندكم من الحق والباطل الرجل المتهب الأول في محاولة اغتيار رسول الله هو اللي فرق بين الحق والباطل الرجل المتهب الأول في محاولة اغتيار رسول الله هو اللي فرق بين الحق والباطل واحد يقول لي أنت بتقصو على عمر هو عمر ده كان جزمي عمر ده بينه بينه مشكلة هل بينه بين الرجل إشكال هل أنا عايشته هل أنا عاشرته ربنا بيقول في القرآن إن النبي حوي لأغتياره ربنا بيقول يحرفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا هموا بما لم ينالوا يقول لك نزلت في الجماعة الأربعتاشر اللي حاولوا اغتيار رسول الله يوم العقبة في غزو التابوك وبعدين النبي طلع عليه الأربعتاشر من الجيش ولما طلعوا الأربعتاشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لحزيفة خدوا بالكو النبي ده راجل مش عادي النبي عمل عاملة في الغزوة دي عمره ما عملها أسر كده قال الجيش كله يمشي الوحده وقال يحمش الوحده معايا حارسين حزيفة بن اليمن وعمار بن ياسر بس وبعدين الكيش يقابلني في حتة روت ثمانية عند دير مية وبعدين النبي طلع على العقبة وهو راجع من تابوك طلع أربعتاشر واحد من أصحابه يريدون أن ينفروا ناقته فالنبي قال لحزيفة وعمار ادفعوهم ادفعوهم بسيوفيكما فدفعوهم وكان قبل المغرب فدخلوا في الجيش فالنبي قال لحزيفة وعمار هل عرفتوا ما القول عرفتوا دولة مين قالوا لا يا رسول الله كانوا ملسامين وغشيتهم ظلبة الليل قال عرفتوا كانوا عايزين ايه قالوا لا الأرادوا أن ينفروا ناقة رسول الله فيسقط من عليها في بطن الوادي فيحنك ألا إنهم هم المنافقون حرب على الله ورسوله إلى يوم القيامة أنا أريدك أن تكون منصفا الشيوخ الكتبين المزورين يقول لك ايه القصة النبي جبريل قال له مين لربع تاجر والنبي قال لحزيفة وقال له لربع تاجر يا حزيفة هم وقوعتون لحد وبعدين حزيفة قال للنبي قال له يا رسول الله نجدهم نقتلهم قال له لا أحب أن يكون محمد يبتوه أصحابه رواية تانية لا أحب أن يقول الناس قاتل بقومه حتى إذا ظفر بهم على عدوه عاد فقتلهم يعني الناس اللي وقفوا معايا أجي أقتلهم زي مجلس قيادة الثورة أجي أقتلهم واحد وردتاني الناس يقول عليها إيه يقولوا اللي وقفوا معايا زي صدام حسين وبعدين قتل قيادة الثورة ولا عبد الناصر حباسهم لا أهب بقدرش أعمل كده لكن يا حزيفة لا تخبر أحدا عايز بكل مسلم عنده دين عنده أخلاق عنده احترام يقول لي ليه حزيفة اللي النبي قال له الأسماء وفي البخاري حزيفة صاحب السر الذي لا يعلمه غيره ليه عمر بن الخطاب كان بيروح لحزيفة في زمن حلافة عمر ويقول له قدام الناس أقسمت عليك بالله أنا منهم ليه عمر بن الخطاب كان بيروح لحزيفة في زمن خلافة عمر ويقول له قدام الناس أقسمت عليك بالله أنا منهم أنا عايزك تكون عندك دين يا ابني حتلقى الله بدأ عمر مش هينفعك أبو بكر مش هينفعك عثمان مش هينفعك أنت منقفك وابح المشايخ المزورة يقول لك لا دا حزيفة دا عمر بن الخطاب كان تقي خايف يكون من المنافقين عمر طب دا حزيفة ما يعرفش إلا أن أسماءه 14 بس هو صاحب السر الذي عند النبي ما يعرفش أسماءه المنافقين دا ربنا بيقول للنبي وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم إذن لا يعرف أسماء المنافقين رسول الله نفسه إنما اللي يعرفهم حزيفة 14 بس 14